غارة جوية نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان على محطة رادار تابعة للجيش السوري تقع على مقربة من بلدة رياق شمال شرق العاصمة اللبنانية بيروت الأمر الذي أدى لمقتل ثلاثة جنود سوريين وآخر لبناني لا يبدو الخبر غريبا في زماننا الحاضر خصوصا وأن إسرائيل لا تجد اليوم حرجا من تكرار قصف الأراضي السورية التي تقع تحت سيطرة النظام لكنه كان حدثا هائلا عام 2001 وحينها كانت المرة الأولى التي يحتفظ بها بشار الأسد بحق الرد حق الرد الذي لم يستخدمه النظام إلا نادرا غير أن حليفه الروسي أقدم وللمرة الأولى على إطلاق صواريخ S-300 وهي منظومة دفاع جوي تملكها القوات الروسية في سوريا محاولة التصدي للغارة الجوية التي استهدفت موقعا عسكريا في مصياف ويأتي هذا الرد بعد الأزمة السياسية بين موسكو وتل أبيب اللاحقة للحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد السياسي من الجانبين ونشرت صحيفة إسرائيل هايوم تقريرا أوردت فيه أن الجيش الإسرائيلي نفذ 12 غارة جوية على مواقع عسكرية تابعة لنظام الأسد والميليشيات الموالية له منذ بداية العام الحالي وحده وأضفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق على إطلاق المنصات الروسية لصواريخ S-300 لكنه أقر بشن مئات الضربات على أهداف إيرانية في سوريا على مدى السنوات الماضية وفي ظل هذه التطورات العسكرية تدرس إسرائيل إن كانت روسيا قد غيرت موقفها من التحرك الإسرائيلي في سوريا وذلك حسب ما نقلته الصحيفة إسرائيل هيوم